بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم أعزائي وطلابي طلاب الصف الثاني ابتدائي بمدرسة الأندلس الابتدائي الخاصة للبني نلتقي بكم مجددا اليوم مع الفيديو السادس من فيديوهات هذا العام فيديوهات الباب الأول للفصل الدراسي الأول لماذا التربية الإسلامية؟ طيب في الفيديو الماضي يا شباب أخذنا درس فضل التيام وبإذن الله في هذا الفيديو نستكمل الدرس بحل التمارين والأنشطة إن شاء الله تعالى يلا تعالوا يا شباب نأخذ مرور سريع على درس فضل التيام وثم ننتقل إلى حل التمارين والأنشطة بداية كان معنا هذا الموقف اللي فيه الطالب الصغير بدأ بتقديم القهوة أو الشاي إلى أبوه اللي كان قاعد على اليمين ثم انتقلنا إلى ذلك وقام بتقديم الشاي إلى عمه اللي يقعد على اليسار طيب وثم انتقلنا إلى الدرس وعرفنا أن الدرس يتكلم عن فضل التيام نعم عن فضل التيام عشان كذا كان هذا الطالب الصغير بدأ بتقديم الشاي إلى من يجلس على اليمين ثم قدم الشاي إلى الشخص الذي يجلس على اليسار طيب بعد ذلك انتقلنا إلى أول فقرة من فقرات الدرس وهو قراءة الحديث الشريف وكان الحديث الشريف هو عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تناعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله رواه البخاري ثم بعد ذلك انتقلنا إلى فقرة في رحاب الحديث وذكرنا أن الحديث الشريف يبين لنا أو يوضح لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في كل أموره شنو يعني أستاذ يعجبه التيامن؟ يعني كان في كل شيء يسويه يبدأ باليمين يعني يقدم شيء حق الناس يبدأ بالشخص اللي قاعد على اليمين يبي مثلا يبي يلبس يبدأ باليمين يبي يدخل البيت يدخل باليمين يبي يدخل المسجد يدخل باليمين يبي يأكل باليمين يبي يشرب باليمين أي شيء كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله كان يبدأ باليمين طيب ثم بعد ذلك انتقلنا طبعا ذكرنا يا شباب أننا كمسلمين لازم نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم وأيضا نبدأ في كل أمورنا باليمين بعد ذلك انتقلنا إلى فقط أتعلم من الحديث الشريف وتعلمنا أولا أن نبدأ باليمين في كل أمور حياتنا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ثانيا أن ننصح إخواننا وزملائنا بالتيامن ننصحهم بالتيامن رقم ثلاثة ذكرنا أن هناك استثناء وهو إذا نزعت افتهاب فلتبدأ باليسار وإذا دخلت الحمام تدخل أيضا باليسار طيب ممتاز تعالوا يا شباب الآن ننتقل إلى حل التمارين والأنشطة السؤال الأول أملأ الفراغ وأكمل الحديث الشريف يلا تعالوا نشوف الحديث عن أم المؤمنين فراغ رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه فراغ في تناعله وترجله وفراغ ماذا يعجبه يعجبه التيمن يعجبه التيمن في تناعله وترجله وفراغ وفي شأنه كله وطهوره وطهوره وفي شأنه كله مرة ثمانية عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تناعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله طيب ممتاز ننتقل الآن إلى السؤال رقم اثنين السؤال رقم اثنين يقول ألاحظ الصور وأذكر أمورا أبدأ فيها باليمين قبل اليسار طيب الصورة الأولى الطالب يسلم على صديقة ولما راح يسلم بدأ يسلم باليمين باليد اليمنى طالب ممتاز طيب ننتقل إلى الصورة الثانية البنت قالت تلبس عالها وتبدأ أيضا تبدأ بالقدم اليمنى إذن طالبة ممتازة طيب ننتقل إلى الصورة الثالثة الولد قاعد يتوظى وبدأ أيضا بيده اليمنى إذن طالب ممتاز طيب ننتقل إلى الصورة الأخيرة البنت تاكل وكفو عليها تاكل باليمين إذن هي طالبة ممتازة ممتاز طيب تعالوا ننتقل إلى السؤال الثالث السؤال الثالث يقول علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة اكس أمام العبارة غير الصحيحة رقم واحد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في أموره كلها طبعا صح سؤال رقم اثنين أتناول الطعام باليد اليسرى طبعا غلط لازم نتناول الطعام ناكل باليد اليمين مش باليسار طيب رقم ثلاثة أدخل المسجد بقدم اليمنى طبعا شي أكيد إذن صح عبارة صحيحة طيب ننتقل إلى السؤال رقم أربعة أقدم الشكر أو أقدم الشكر تقول العبارة إذا رأيت زميلي يشرب بيده اليمنى كما في الصورة شاكل أقول له أحسنت ممتاز هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كل شيء بيده اليمنى طيب ننتقل إلى السؤال رقم خمسة وهو سؤال ألون أو نشاط تلوين ألون عندنا يمين ويسار كلمة يمين مع السهم اليمين نلونها باللون الأخضر وكلمة يسار مع السهم اليسار نلونها باللون الأحمر وإلى هنا نلونها